بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الجزء من المحاضرة رح نحكي ان شاء الله على الاسد بيس بلانس او على الاتزان الحامضي القاعدي بالجسم وعلى خصوصا على البلد قدش لازم تكون نسبة البي اتش ضغط الستي او تو ضغط الاكسجين لازم تكون نسبة تشبع خلايا الار بي سيز بالاكسجين كل هذا الحكي ورح نحكي كمان عن اهم الريجولاتوري ميكانيزم او آليات اللي بتنظم البي اتش ضمن الحد الطبيعي وضمن الرينج اللي لازم تكون فيه حتى ما يصير عنا اي مشاكل في الجسم طبعا اول اشي انتو بتعرفوا انو البي اتش هي انعكاس لنسبة الاسدس في الجسم او نسبة هرمو عفوا الهايدروجين ايونز في الجسم طبعا كل ما كان الهايدروجين كل ما كان نسبة الهايدروجين اعلى تمام معناتها البي اتش رح تكون اقل ليش لانو نسبة الهايدروجين بتعبر بشكل اساسي على زيادة الاسدس في الجسم فكل ما زاد الاسدس في الجسم طبعا اش رح يصير في درجة الحموضة رح يتقل كل ما زادت نسبة الاسدس في الجسم رح هذا الاشي رح يزيد الاسدتي والاسدتي يعني انو ش رح يصير عندي في البي اتش رح يتقل الاسدتي رح تزيد ومعناتها البي اتش رح يتقل بينما كل ما كانت كمية الاسدس او نسبة الهايدروجين ايون في الجسم اقل كل ما كانت عندي الاسدتي اقل كل ما كانت ايش عندي البي اتش اعلى واتجهت الى الالكالينو كل هيتكم بتعرفوا انو تقريبا من صفر اه لا سبعة فاحنا منحكي او من صفر لستة تقريبا احنا منحكي عن اه اه وسط او هذا اسد او وسط حامضي من اه خنا نحكي السبعة اللي هي النيوترال او التعادل وفي عندي اه من خنا نحكي من تمانية لا اه اه اربع طاش هادي بتكون يا جماعة اه بيز او بتكون الكالاين بيكون عنا الوسط او المكان اللي فيه البي اتش هاده بيكون اشماله قاعده وهي بتخيل انو الكل بيعرفها طبعا زي ما حكينا الكنسنتراشن او هيدروجين از مجرد ان بي اتش او بي اه شو اسمه بيكون بعبر عنه اه منعبر عنه بدرجة الحموضة او البي اتش اه وزي ما حكينا كل ما زادت كمية الاسد كل ما قلت عندي البي اتش متل ما حكينا هلا في عنا احنا كيف منقيس هل في عنا يا ميس فحص بقسلنا قديش البي اتش في الدم نعم في عنا فحص مهم جدا اسمه ارتيريال بلد غازيز او الاي بي جيز اللي هو نسميه فحص غازات الدم هذا الفحص بالعادي بنعمل بالمختبرات بيكون له جهاز خاص تمام لازم ننتبه على الشغلة طبعا انا بحكي ارتيريال يعني عينة الدم ما بده تكون مأخوضة من الفين زي ما احنا بنسحب دايما بده تكون مأخوضة من الشريان وليس من الوريد يعني لما بده تنسحب عينة الدم هادي ما بده تنسحب سوبرفيشيال من الفينز او من الوريد بده تنسحب عفوا شوي ذيب حتى تكون من من الارتري او من الفين طبعا بالعادة بالعادة ممكن التمريض اشطر في سحبها من فنيين المختبرات بيسحبوها ولما بيسحبوا العينة حتى بحطوا كتير يود وكتير كحول مش بس زي تعقيم زي ما انت بتعقيم لما بتسحب دم من الفين ليش لانه انت لانه بكون يعني انت بتسحب المكان ديب فلازم انك تعقيم مظبوط مظبوط طيب فحص الارتيريال او فحص الابي جيز ايش بضم او شو هي القراءات اللي بتضمنها هذا الفحص لما احنا بنفحص على هذا الجهاز زي ما حكينا بناخد عينة من الشريان مش من الوريد وبالعادة هذا الجهاز بيستقبل العينة مباشرة يعني هذا الجهاز بنحط العينة فيهم من السرنجة وراح انزل لكم ان شاء الله صورة عن هذا الجهاز تمام بنحط العينة من ايش من السرنجة مباشرة بالجهاز ولازم تكون العينة فرش يعني بين ما تنسحب العينة وبين ما تنحط في الجهاز يكون اقل من دقيقتين ثلاثة باسرع وقت ممكن كمان لانه الدم اذا ضل في السرنجة انتوا عارفين انه رح يتجلط واذا تجلط الدم ممكن اصلا يخرب الجهاز وتطلع عند القراءات عندنا خاطر المهم الاشي الطبيعي طبعا هدولا القراءات حفظ حفظ ومهم جدا جدا البيئة الطبيعية للدم لازم تكون بين 7.53 و 7.45 البرشر لسي او ضغط السي او في البلد لازم يكون بين 35 إلى 45 مليمتر زقبقي البايكربونات ايون او ايون البايكربونات لازم يكون بين 22 إلى 26 تركيزه البرشر للاوتو او ضغط الاكسوجين في الدم لازم يكون بين 80 إلى 100 مليمتر زقبقي بينما نسبة الساتوريشن هاي الاس اي يعني ساتوريشن يعني ساتوريشن 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 معناها نسبة تشبه خلايا الاربيسيز بالاكسوجين لازم يتكون بين 95 و 100% طبعا اذا قلت نسبة البي اتش تاعة الدم عن 7.35 ستكون عندي حالة اسيدوسيز او حموضة في الدم بينما اذا وصلت النسبة لا اكتر من 7.45 سيكون عندي حالة الكالوسيز او حالة قاعدية في الدم ولا هذا اشي كويس ولا هذا اشي كويس طيب خلينا نشوف شو هي الريجولاتوري ميكانيزم اللي ايه الجسم باستخدامها حتى انه يحافظ على بي اتش الدم بشكلها الطبيعي وبنسبتها الطبيعية طبعا احنا بالعادة في عنا تلاتة ريجولاتوري ميكانيزم اللي هم اللانج الكيدني والبوفر سيستم اللانج كيف بتساهم في الحفاظ على بي اتش الدم ضمن الرنج الطبيعي سهل جدا حتى تستوعب معاي بدت تعرف ان اللانج بتكون بالعادي اشي بنسميه كاربونيك اسيد الكاربونيك اسيد صيغته اتش تو اس او ثري صيغته ايش اتش تو اس او ثري هذا الكاربونيك اسيد كيف بتكونه شو خاص اللانج في الموضوع كله خاص اللانج في الموضوع انه اللانج بيكون فيها يعني نسبة من السي او ثو السي او ثو بوجود المي بيكون لي بالعادة ايش الكاربونيك اسيد الكاربونيك اسيد سهل التفكك شان سهل التفكك يعني سهل انه يتفكك بسهولة الى مي وسي او ثو وكذلك القبر تكوينه كتير سهل يعني تكوينه سهل وتفككه اشمالها سهل طيب شو خاص هذا الكلام بالبيئة اتش تاعة الدم خاصها كالاتي اذا كانت نسبة السي او ثو ازيادة عنا اذا كانت نسبة السي او ثو ازيادة عنا في اللانج تمام هذا الاشي رح يحفز انه الرياكشن اللي انت شايفه قدامك يتجه باتجاه تكوين الاتش تو اس او ثري رح يتجه باتجاه تكوين الاتش تو اس او ثري إذا اتكون الاتش تو اس او ثري طب ما هو هذا اسد سيزيد الاسد تاعت الدم يعني سيقلل البيئة تاعت الدم بينما إذا كانت كمية CO2 قليلة في اللونغ سيقلل من كمية الكاربونيك اسد سيقلل من كمية الاسد الموجودة في الدم فهذا الاشي طبعا رح يرفع البيئة او رح يخلي بيئة الدم او حموضة الدم تصير الكالاين او رح يخلي الرقم الهايدروجيني اشماله يصير بكم الكالاين او يصير اكتر قاعدي وهاي هي الالية اللي بتشتغل فيها اللونغ حكينا الميكانيزم بتعتمد على شو؟ بتعتمد على ان التحكم في بيئة الدم عن طريق الكاربون دايوكسايد او CO2 ص gracias تو Bertzan أي الكاربونيك اسد دائما لما كني، أيضا لما يكون عندي كاربونيك اسد يعني الاكسوجين أشماله واط يعني عمليتي الطنفاث اصلا تكون صعبة هذا الاشي رح يكون الكاربونيك اسد ويرح يقللي الحجة من كnapزق البيئة الدم قليلة التنفس سيكون سريع وهذا الاشي سيقلل من تكوين الكربونيك اسد ويرفع البي اتش دائما تأثير اللنج على البي اتش على البي اتش الدم فاست وتمبوري ما يعني فاست؟ يعني تأثيره سريع بسهولة او بسرعة بغير برفع او بوضط البي اتش لكن تأثيره مؤقت ليش؟ لانه احنا عمليت الشهيق والزفير شغالة وبشكل سريع جدا فاللنج ممكن يعني فجأة كون تركيز سي اوتو فيها عالي واحيانا اخرى وبتغير سريع بسير عنا واطي وهكذا هذا بالنسبة يا جماعة عالميا للميكانزمز الاولى اللي هي اللنج الميكانزمز الثاني اللي هي شو الكيدني الكيدني شوي بتتحكم بالموضوع بشكل مغير عن طريق ايش؟ عن طريق باي كربونات ايون عن طريق شو؟ الباي كربونات ايون الباي كربونات ايون تمام؟ دائما علاقته يا جماعة ترضية مع مين؟ مع البي اتش يعني زاد وجود الباي كربونات ايون في الدم بتزيد البي اتش قل تمام بتقل البي اتش فاذا هو علاقته ايش ما لها ترضيه مع البي اتش ليش انه هو يعتبر اشي قاعدي فاكيد رح يرفع عندي البي اتش طيب ماشي شو خاص الباي كربونات بالكيدني؟ جماعة الكيدني بطبيعتها تقدر انها تصنع باي كربونات وبتقدر انها تزيد من اعادة امتصاص الباي كربونات او بتزيد من تخلص منه عن طريق اليورين وبتتحكم فيه بشكل كبير جدا جدا فايش اللي بصير عندي انا؟ اللي بصير انها ري ابزورد للبازز باليورين او اكسي كريت للبازز من اليورين يعني ممكن تتحكم باعادة امتصاصه او بتخلص منه عن طريق اليورين وكذلك الامر غير انها بتتحكم في اعادة امتصاصه وتخلص منه فهي ايضا بتصنعه فهي ايضا بتصنعه زي ما اللنج بتصنع الكربونيك اسد فالكيدني بتقدر تصنع البي كربونات طبعا شوفوا احنا حكينا عالتأثير انه العلاقة بيناتهم ايش ما لطردية؟ البي كربوناتو البي اتش بيعلو مع بعض وبينزلو مع بعض هلا فيه شغلة تأثير الكيدني على البي اتش مش فاست تأثير اشماله بطيء لكنه بدوم لفترة طويلة جدا لكنه بدوم لفترة طويلة جدا نيجي على الميكانيزم الثالثة اللي هي البوفر سيستم شو هو البوفر؟ هو مادة معينة بتحافظ على بي اتش الدم او بتثبت البي اتش بشكل عام بتثبت البي اتش عند درجة بي اتش معينة هلا البوفر بتأثر عنا على الاسلية وعلى الكلين حسب نوع البوفر اللي احنا بنحكي عنه طيب البوفر سيستم زي ما حكينا له القدرة على ايش على تثبيت البي اتش عند درجة حموضة معينة عن طريق انه بتحكم بالويك بيز والويك أسد عن طريق انه بتحكم بالويك بيز والويك أسد من اشهر انواع البوفر عنا الباي كارب بوفر الباي كارب بوفر هذا اكتر اشي بيشتغل على البلد او على تنظيم البي اتش في البلد وفي الانترستيشية الفلويت تمام الفوسفيت بوفر كتير بيحاول ينظم البي اتش في الرينا او بي اتش اليورين بما انه الاشي اللي بيكون موجود في انابيب الكلية اللي هو اليورين في ان البروتين بوفر هو المست كومون وتأثيره بيكون على جميع سوائل الجسم لحد هون نكون خلصنا هذا الجزء من المحاضرة